اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عارمة عند الجماهير الجزائرية اليوم فوزنا فوز ديربي المغاربي لمنتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة المنتخب الوطني عاد من بعيد بعد كان منهزم اليوم فوزنا وتأهلنا بدربات الترجيح إلى الدورة النصف النهائي من دورة كأس العرب لأقل 20 سنة وإن شاء الله غدا نتعرف على المنافس يكون المنتخب التروسي أو منتخب جزء القمر واشغير في معطيات المباراة ماضي هذا الفوز غادي كما يقولون الغابة التي تغطي الشجرة التي تغطي الغابة كالسربيات الأول نتكلمها على التأهل على الطريقة من بعد نروح بالسربيات والجزء الثاني بإذن الله شوف يعني يعني اليوم نقول لك بلي الأهم شيء اللي اللي نقدرون نحضر عليه وهو التأهل بطبيعة الحال مالغري كيو جا كما نقولوا دون لأسفرانس دارون نشوي سترس بسك وانا يجعل يزيف لطمور المنالك كانوا قادرين يزون نزون 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 الكور أحبتنا وانا ماركيف موامون وانا المارو كانوا لم يكنوا قادرين يقولوا في لقاء بسك حقيقة أحسن هجوم في الدورة عندهم يعني لعبين يشكلوا خطر فودي لفيريتي يعني نزون نسمو الحاجة بمسمايتها ولكن اليوم أهم شيء أهم شيء أن الفريق الوطني هذا أقل 20 سنة لعب يعني نقول لك بإن ستن حرارة وحرارة هذي خلت يعني مام تاكتيك موني تاكتيك تاكتيك موني تاكتيك موني لم يكن الوقت المدرب تاكت تاكت شوية كان متخوف بزاف شفنا بلي كان متخوف ولكن هذه الحرارة غطت لقع هذه السلبيات وليوم كما يقولوا برافور غارديان بيوت لأهلنا الحمد لله فرحة عارمة فوز له طعم خاص خاصة ما يكون ديربي مغاربي بين الجارة المغرب لأشيقاء المغاربة فوز عنده طعم تحس بلي أنا واحد من نصف رحف المبارض لأنه الفوز الزمي لا غاربة لدينا ديربيات المغاربية هذه يعني توجهون نبغونا البحوق سافي بليزير اليوم المتخب الوطني كما يقولوا استغل أخطاء ومشاكل المنتخب المغربي في الآخر دقيقة باسكو في من سجلنا هدف التعادل في الطمور المنتخب الجزائري عنده قشة عشق في هدف وطول العربية ضد موريطانيا سجل في الطمور في الوقت المية طلع الضايع هدف 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 ضد نيجر سجلنا في الدقائق الأخيرة والحد كان معنا في لحظة تسجيل هدف المنتخب المغربي كان يلعب بتسعة عناصر الحالس وثمانية في الميدان كان عندهم بطاقة حمراء واللاعب كان في إصابة كان في ديف ليس وانتاعه هذه هي الكرة الكرة التي تلقت تصال هذه الغلطات شوف أول شي نقدر نقول لك عليه هو لو كان المهاجمين المنتخب الوطني كانوا مركزين مليح كنا نعدلوا النتيجة مقبل يعني نهاية المقابلة هذه وحدة تانيتها نضمن باللي تحذير يعني التحذير البسيكولوجي تعلق لعبين وكأنه رجعنا المغرب يعني البرازيل كي شغل اللاعبين تدخلوا ولكن تدخلوا شغل متخوفين شوية من الفريق المغربي سجل 12 الصحافة تتكلم سيربح 4-0 منتخب قوي صح ولكن كي تكون الحرارة وتكون كومباتي وشفنا دي جوار دي قري في تسعين دقيقة على شغلت لك كرة القدم في تسعين دقيقة يقدر يحصل كلش كلش يقدر يصر في تسعين دقيقة شفنا بطاقة حمراء في آخر المقابلة شفنا التعادل شفنا تضيع ضربة الجزاء وحدة لهم وحدة لنا وبعد زادوا تضيعوا للآخرة سجلنا نظم باللي كانت معطايات أهم شي أهم شي نقول لك اليوم أهم شي ولو تانيك نحذر من حاجة أنه اللاعبين بدلوا مجهودات كبار وشفنا في آخر المقابلة بدنيين يعني الفريقين عانوا بدنيين كثير كثير وهذا اللي يخلى في الربع ساعة الأخرى الريتم تعلق المقابلة ينقص إلى درجات حسب اللي اللاعبين ما يقدرون يزدون يمدون ما تنساش أنا لعبو في الملعب القاهرة الدولي أنا زرت مصر في شهر جويل وجوان حرارة شديدة تقريبا 45 درجة أبي كدي شباب سيبا فاصيل ها مشو سهل لأخبراهين أنت يعني أفريقيا ومصر وتعرف الكليمة تعم مصر ما ممتانيك حاجة نقطة مهمة ويأنه اللعبين المختار اللي رام يشكلوا يعني مقدر نقول لك باللي بالك معظم التشكيلة أو يعني تقريب 80% التحى يعني نظن بلي تأثروا بدنيا ما مرام لعبين يعني دي متأثروا بسكو حرارة شديدة ورطوبة دوكالي راهي في مصر في الوقت هذا وملعب ما يخفى لك بلي الناس بقلي وينلعبت في الملعب هذا ملعب كبير ويتطلب يعني تكون محضر بدنيا أنا شفنا يعني منتخبات في هذا قصد غرقت منتخبات إفريقية قوية غرقت في هذا قصد نظن بلي اليوم أهم شي أهم شي أنه كانت هذيك لغرنت اللي راهي عند الفريق الوطني آلف عند البولانت بالماضي عندهم هذيك الحرارة والكومباتيفيتي اليوم ما نشفناها اليوم نقدر نقوله بلي هذك غطى غطى في النقص التاكتيكي غطى شوية نقوله في التسرع تعلعب نشفناها متسرع وكانت ديزاكسيون للمسة الأخيرة كانت غايبة تماما كنا نقدر بلك نعدل النتيجة قلت لك مقبل ولكن هذيك كورة القادم اليوم وش نشده نشده أن قصينا الجار المغربي في دار بيموتير وجزنا الدور النسب النهائي ما لقري نقدر نقول لك بلي ما تتعلي بولور رانا نتلقى واحد الصعوبات ولكن رايح حبتنا والحمد لله الحمد لله هذه هي كورة القادم وكوروح المجرعة المباراة الأخ كريم إبراهيم الشوطر أول النسيان الشوطر أول كاريتي شفتنا المنتخب الوطني تعنا مالحق مابل مالحق جعل 18 مصنطر ويرجع كانت تشتاير طارة مغربية ولكن مع الشوطر الثاني خرجت اللاعبين وكانوا قادرين يعدوا النتيجة والحمد لله جاهد في التعادل هذا الفوز إن شاء الله إن شاء الله المدرب هذا المدرب يراجع يراجع كما يقول أخو بسنو شفنا التغييرات التشكيل يدير اللاعبين ما عندهم مش مستوى شرت اللاعب الليدر ضربة الجزاء لاعبنا دي بارد وكان يفوت في الباك وجاء ضربة جزاء كنت عنده واحد لعب خبر ما ضربة جزاء نتجي ديركت تعرق اللاعب شوف تكوين تكوين نقدر نقول لك يعني كين واحد المعطايات لتقدر نحكم فيها المدرب ولا وما رأنا شد المدرب هذا باش نتفهم ورأنا حنا نشجع الكفاءات الجزائرية ولكن أنا وش معلي انت انت رك لاعب دولي سابق وما تكولك أنا ما عندي حق تحفظ هذا الناخب لا هذا المدرب لا يستحق تدريب المنتخب في أي في أي المنتخب نعاف في الاختاع وصيف تاع شوف سبقنا وتكلمنا على على يعني الإقصاء اللي كان في في تونس ربما هو اللي كان مدرب نمشي وكان هذا سعيد هو كان في Ud7 وعرفنا بأي طريقة أهل من Ud7 بعد أم السراط في الجزائر لعبنا خمسة جوليا معلش ولكن نظن بالتحدي تشوف انت طريقة تحدي المباراة وتشوف الشوط الأول نقدر نقول لك طريقة تعامل خاصة من جان بسيكولوجي نظن باللي المدرب أخطأ بكثير لأن تدخل ربع نهائي ضد الجار ديربي وتلعب بهذه الطريقة في الشوط الأول نظن باللي الحمد لله ما تلقي أهداف أخرى أنا أقول لك سينو كانوا يطويوا المقابلة ويغلقوها ويكملوها آلاز الشوط الثاني اللاعبين ما نقول لك أنا المدرب اللي قال ولكن اللاعبين يعني كيشافوا الشوط الأول وشافوا رحوا بلايام خاسرين قال لك ما عندنا ما نخسرو خاسرين آنزيرو ما يعني نبقى وش نلعبو بهذاك الأسلوب شفنا اللاعبين ولا ويعتمدوا على يعني نقولوا وش عندهم حاجة بوزيتيف يعني اللي عندوا لفيتاس تعملها اللي عندوا لدريبل تعملوا يعني يعني اللعبوا بالخصوصيات تاع كل اللعب بتاعه هذا اللي خلنا نفو الشوط في الربع ساعة والربع ساعة الأول تاع الشوط التاني أما فيما يخص المدرب شوفنا نقول لك يعني باش نعطيك وصفة يعني باش يعني تدرب فريق تكون ناخب وطني بسك ديفيرانس بين الناخب وطني ومدرب بتاع فريق في بوطولة فلاسات يعني قدر نقول لك بل يدرب عديد الفريق الجزائرية ولكن ما عندوش خبرة اللي تسمح له باش باش يكون المدرب الوطني تاع فريق أقل من عشرين سنة كلنا على بنا كيفاش كانت تتم التعيينات مع الاتحاد السابقة اليوم رأنا نجنيو هذو يعني المشاكل أرام يعودوا لنا إلا حبينا يعني نمشو بعيد ونكونو يعني منتخبات شبانية قوية مع لنا إلا نعطيو النفس اللي كون فيتون سويا يعني يكون أجنبي لما كاشف الجزائر نجيب أجنبي ما وش مشكلة نجيب واحد مختارب ما كاش مشكلة ولكن نعطيو الوقت يخدم فريق باش عدو كين تفرجوا الفريق الوطني عدنا طريقة لعب نفس الطريقة اللي يلقوها في الأكابر عند بالماضي لازم تكون في الأقل من عشرين سنة وأقل من سبعتاش سنة باش هذو اللاعبين غدوة مغدوة يلقوا رحوهم في الفريق ألف ما يكونوش يعني مبحرين كما نقولو بالعامية مبحرين ولكن اليوم أنا هنقول لك حاجة شوفنا يعني الفريق المغربي حسب اللي يراه يعني كين ميزون بلاس كين ناس كين نعبين قويين بدنيا يعني كما قائد على المنتخب المغربي صراحة أدهشني عنده بنية مورفولوجية يشارك في الهاجمات فيزيكم كما نقولو احنا غول احنا عانينا بدنيا احنا الله يبارك عدنا عدنا فرديات عدنا فرديات الله يبارك احنا نقول لك الفرديات أحسن من المغرب ولكن باش تكون مجموعة وباش تكون عندك طريقة لعب هذا يليزم لك وقت وخبرة هذا مدرب مشي أي واحد ناخب يكون لك مجموعة باش تروح تلعب بها كأس إفريقيا ولا باش تأهل بها الكأس الألعب الأولمبية ولكن تحذيري ان شاء الله يكون شنجمو في الفلاديتي يعني لنطلب شنجمو رديك الفلاديتي لا حدث لا شوف شوف إلا باش نبقى في الصراحة إلا باش نبقى في البريكولاج إلا باش نبقى في البريكولاج وقلوي واليوم وتأهل نقول لش هذي كأس العرب يعني باش نتفعل هذي هذي كأس العرب دورة ماهيش دورة معيار معيار هي كأس إفريقية هذي هذي نتمنى نتمنى المنتخب الوطني يتأهل إلى النهائي إن شاء الله دلتونس أو جزء القمر ونتمنى المنتخب السينيغال يتأهل إلى النهائي بس كمخدم منتخب السينيغال هو الضيف شعر في هذه الدورة نتمنى نتلقى نهائي مع السينيغال ونفوز وتمك نعفو هو المعيار المنتخب السينيغال هو المعيال الافريقي شوف لماذا قلت لك نحن بارابور يعني رانا شمبيون دافريك في الاكابر وعدنا ايكيب ما شاء الله ولكن في المنتخب الوغنية كان فيرق نقول لك بلك افريقية اللي راه يفايتنا بزاف كما غانا وسينيغال اللي راه يتخدم وراه يتلونسي في اللعابين دامبيا دامبيا اللي ما عندهاش التاريخ في الاكابر عندها التاريخ في المتحدة فارسكورامي يخدموا المنتخبات شوبانية تحن باش يكون عندهم فارق الف قوي حاجة ما جيب حسنا مع النيجر يا براهيم حسنا مع النيجر النيجر ما عنده مابا ما عنده مش طارف الناس باش باش تكون تفهم هذي مش نيجير النيجر اللي بتحديد معها نيجير فرص بين نيجيريا والنيجر النيجر مساكن اه انا رحت لها والله حاجة وحاجة قادرك ما عنده مش طارف كما يقولوا بكري كنا نقولوا المنتخبات الإفريقية ضعاف ومنا كنا نفوزوا عليهم بالربعة بالخمسة كنا نجيبوا بهم نحضروا بهم لا 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 نحضروا بهم الاستحقاقات اللي جايين ولكن اليوم ما نغلطوش روحتنا فسوى النيجر ولا غومبيا ولا الفرق ضعيفة الناس رهي تنفستي في لجن وتخدم كاين معايير في اختيار يجيبوا يجيبوا الأجانب النيجر يجيبوا الأجانب غومبيا يجيبوا الأجانب لا يوجد مشكلة لكي نكون بأحسن طريقة لغالب أنا نقول لك بلغ لزنطين الألجيري يكون فيكتيم تانيك فسكو التكوين في الجزائر ناقص على المدربين واحد يقدر صح احنا نذكر معايير شورمان لعبنا نهائي كأس لكأس إفريقيا معا شورمان شورمان مدرب أجانبي مدرب يعني طريقة اللعب كانت طريقة اللعب خرجنا يعني واحد للنخبة اللعبين ما شاء الله نظن بلي اليوم إلا حبينا يعني نكونوا نواة للمستقبل معلنا إلا نحطوا الناس الكوفاء في اللاديتيان وفي التدريب تعلم منتخبات مهم احنا تأهلنا وتأهل له طعم خاص أما مجارة ما ممكن المغرب ليفزوا لنا يكون عندهم فوز يكون عندها طعم خاص لأن الدربية توجد عندها طعم خاص وهذا مهم فرحنا بالشباب بتاعنا ونتمنى إن شاء الله يفرحونا في النصف النهائي ولم لا الفوز لأول مرة بهذه الكأس العربية بإذن الله آخر كلمة أخبرهين باختصار يخوة يشوف آخر كلمة نتمنى إن شاء الله اللاعبين هذو كين فرضيات معلنا غير نشكله يعني منتخب اللي يقدر يروح بعيد ولي يقدر يستفاد منه بالماضي مستقبلا نظن ما يخفاش عليك بلي عدنا بزاف لعبين أمرا أوريوترات في الفريق ألف لما نسمي وبالآسم ولكن كي يبقى عام ولي عامين ومبعد تيك لا غالب ما يقدرش يضوني جوستمع من هاد اللاعبين من هاد المنتخب اللي نقدر نجبدو بشكسدي جوار كي يجو انهرو بشان بيا فورمي وشي يسحقوا يسحقوا طريقة لعب مدرب يعطيهم طريقة لعب اللي يعني نشوف شاق جوار يعني بالإمكانيات التيعو بسكو هكذا يلعبوا اللي طابرت ويلعبوا بالقلب ولكن هذا ما يكفيش لازم تكون طريقة لعب وتنظيم طاكتيكي هذا اللي خص بالوقت ان شاء الله هو بالك كمستقبل أن يتم تعيين الكفاءات صوات جزائرية ولا أجنبية المهم تكون كفاءة باش ان شاء الله نروح بعيد الاستحقاقات القادمة ان شاء الله شكرا أخ براهيم وفي قادم اشتركوا في القناة